السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أعزائنا الطلاب في دس جديد من دروس تعلم الرياضيات للصف الثالث بعنوان وصف الأشكال الرباعية الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو تحديد الأشكال الرباعية واستعمال خصائصها لوصفها في هذه الفقرة عزيز الطالب سوف يدور حوار بينك وبين الأشكال الرباعية التي تعلمناها في الدرس السابق مرحبا صديقي لماذا تنظر إليك؟ هتعرفني؟ أنا ذاك الشكل الرباعي الذي فيه زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية هل تذكرتني؟ أنا مختلف عن بقية الأشكال الرباعية هل تذكرتني؟ نعم أحسنت يا صديقي أنا شبه المنحرف وأنا أختلف عن شبه المنحرف أنا مشهور جدا أنا أشكال الرباعية الأخرى أخذت بعض صفاتي أتعرفني؟ عندي زوجاني من الأضلاع المتوازية فكر جيدا نعم نعم أحسنت أنا متوازي الأضلاع والآن جاء دوري يا بطل أنا شكل الرباعي من صفاتي أن عندي أربع زوايا قائمة من أكون يا ترى؟ أنت بطل؟ نعم أنا المستطيل ههههه وأنا شكل الرباعي جميع أضلاعي متساوية في الطول أشبه متوازي الأضلاع فمن أكون؟ أحسنت نعم أنا المعين هاي هاي أنت انظر إلي أنا شكل الرباعي عندي أربع زوايا قائمة وجميع الأضلاع متساوية في الطول فمن أكون؟ أحسنت يا بطل أنت تعرفني جيدا أنا المربعة في هذه الفقرة عزيز الطالب سوف نقوم بوصف بعض الأشكال الرباعية وذلك بحل تدرب المستقل لرقم سبعة صفحة 371 أكتب أكبر عدد ممكن من الأسماء الخاصة لكل شكل رباعي عزيز الطالب انظر إلى هذا الشكل الرباعي ما نوع الزوايا فيه؟ ممتاز نعم الزوايا قائمة إذن قد يكون هذا الشكل مستطيلا أو مربعا انظر مجددا إلى أضلاع هذا الشكل هل هي متساوية في الطول؟ نعم أحسنت الأضلاع في هذا الرباعي ليست متساوية في الطول إذن لن يكون هذا الشكل مربعا ولا نخبرني هل فيه زوجاني من الأضلاع المتوازية؟ أنت رائع نعم فهذا الضلع العلوي موازن للضلع السفلي هنا وهذا الضلع الأيمن موازن للضلع الأيسر هنا إذن يمكن القول أن هذا الشكل هو مستطيل ومتوازي أضلاع والآن جاء دورك عزيز الطالب لتصف الأشكال الرباعية لذا أبقى في الفيديو وقم بحل التمرينين الثامن والتاسر في التمرين الثامن نلاحظ أن هناك زوجا واحدا من الأضلاع المتوازية فهذا الضلع الأيمن موازن لهذا الضلع بينما لا يتوازى الضلع العلوي مع الضلع السفلي إذن ما اسمه هذا الشكل عزيز الطالب؟ أحسنت يا بطل؟ نعم إنه شبه المنحرف والآن سوف نقوم بحل التمرين التاسع كم عدد أزواج الأضلاع المتوازية في هذا الشكل؟ أحسنت؟ نعم في هذا الشكل زوجان من الأضلاع المتوازية فهذا الضلع موازن للضلع الموجود هنا وهذا الضلع أيضا موازن لهذا الضلع الموجود هنا لذا فإن هذا الشكل متوازي أضلاع ولن يكون مستطيلا أو مربعا لماذا عزيز الطالب؟ أحسنت يا بطل لأن الزوايا فيه ليست قائمة ولن يكون معينا أتعلم لماذا؟ أنت رائع لأن الأضلاع فيه ليست متساوية الطول فهذا الضلع أطول من هذا الضلع إذن فإن هذا الشكل هو متوازي أضلاع فقط عزيز الطالب تأكد ما إذا كانت حلولك مطابقة لهذه الإجابات والآن ستقوم عزيز الطالب بحل التدرب المستقلي رقم عشرة صفحة 371 لذا أوقف الفيديو بعد سماع نص التمرين أذكر جميع الأشكال الرباعية الممكنة التي تناسب القاعدة القاعدة هي له زوجان من الأضلاع المتوازية الآن سوف نقوم بحل التمرين العاشر المستطيل له زوجان من الأضلاع المتوازية انظر إليه عزيز الطالب ومتوازي الأضلاع أيضا له زوجان من الأضلاع المتوازية انظر عزيز الطالب والمربع له زوجان من الأضلاع المتوازية أيضا المعين له زوجان من الأضلاع المتوازية ما زلنا في فقرة ممارسات الرياضيات وحل المسائل صفحة 372 التمنين الثالث عشر أبحث عن العلاقات أنا شكلي رباعي أضلاعي المتقابلة متساوية في الطول أي شكل رباعي قد أكون لهذه الملاحظة علاقة بحل السؤال تقول الملاحظة لبعض المسائل أكثر من إجابة واحدة صحيحة عزيز الطالب الصفة المذكورة للرباعي في السؤال أن الرباعي أضلاعه المتقابلة متساوية في الطول قد يكون هذا الشكل متوازي أضلاع ففي متوازي الأضلاع تكون الأضلاع المتقابلة متساوية في الطول فهذا الظلع مساوى لهذا الظلع في الطول وهذا الظلع الأيمن مساوى لهذا الظلع الأيسر في الطول أيضا قد يكون الشكل هو مستطيل فالظلع العلوي مساوى للظلع السفلي في الطول والظلع الأيمن مساوى للظلع الأيسر في الطول وقد يكون هذا الشكل معين فجميع أضلاع المعين متساوية في الطول لذا فكل ظلعين متقابلين متساويين في الطول وقد يكون هذا الشكل مربعا والمربع كالمعين جميع أضلاعه متساوية لذا فكل ظلعان متقابلان في المربع يكونان متساويان في الطول والآن جاء دورك عزيز الطالب لتحل التمرين الرابع عشر لذا أوقف الفيديو بعد سماع نص التمرين التمرين الرابع عشر مهارات التفكير العليا تقول جواهر إن الشكل الذي إلى اليسار هو شبه منحرف وتقول نوال إن الشكل الذي إلى اليمين هو شبه منحرف أيهما على صواب أوضح إجابتي والآن سوف نقوم بحل التمرين الرابع عشر أخبرني عزيز الطالب ما الصفة التي تميز شبه المنحرف أحسنت يا بطر نعم في شبه المنحرف زوج واحد من الأضلاع المتوازية دعنا ندرس هذه الأشكال في الشكل إلى اليسار نلاحظ أن هذا الظلع العلوي موازن للظلع السفلي ونجد أن الظلع الأيمن هنا لا يوازي الظلع الأيسر هنا إذن فهو شبه منحرف والآن سندرس الشكل الثاني بالمثل للشكل الثاني نجد أن الظلع العلوي هنا موازن للظلع السفلي هنا لكن الظلع الأيمن هنا لا يوازي الظلع الأيسر هنا لذا فهو شبه منحرف إذن دعنا نلقص الإجابة على النحو التالي كلاهما على صواب كلا الشكلين يمثلان شبه منحرف الشكلان الرباعيان فيهما زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية عزيز الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابق لهذه الإجابة والآن سوف ننتقل إلى فقرة التقويم صفحة 372 ستقوم عزيز الطالب بحل التمرين السابع عشر لذا أوقف الفيديو بعد سماع نص التمرين هل التسمية مناسبة لشكل الرباعي أدناه؟ أختار نعم أو لا؟ من المؤكد عزيز الطالب أنك قمت بتحديد الإختيارات الصحيحة بالنسبة للخيار الأول مظلع محدب بالفعل هذا الرباعي مظلع محدب فالزاوية الأولى تتجه إلى الخارج والزاوية الثانية تتجه إلى الخارج والزاوية الثالثة تتجه إلى الخارج والزاوية الرابعة تتجه إلى الخارج بما أن جميع الزوايا تتجه إلى الخارج فهو مظلع محدب وبالنسبة للخيار الثاني أترى أن جميع الأضلاع متساوية في الطول؟ نعم جميل جميع الأضلاع متساوية في الطول إذن بالفعل هو معين وبالنسبة للخيار الثالث مربع هل جميع الأضلاع متساوية في الطول؟ نعم هل زواياه قوائم؟ لا إذن فلن يكون مربعا وبالنسبة للخيار الرابع هل يمكن أن يكون هذا الرباعي مستطيلا؟ بالتأكيد لا لأن الزوايا فيه ليست قائمة لذا نختار لا عزيز الطالب تأكد ما إذا كان حلك مطابق لهذه الإجابة وأخيرا سوف نختم درسنا بفقرة الواجب تدرب في المنزل صفحة 373 التمارين المطلوب حلها هو الرابع والخامس وفي صفحة 374 قم عزيز الطالب بحل التمرين رقم 12 عزيز الطالب لا تنسى حل الواجبات المرسلة إليك وإذا لم تفهم أي فقرة في هذا الدرس قم بتشغيل الفيديو من جديد وفي الختام نتمنى لكم التوفيق دمتم في رعاية الله إلى اللقاء